مرحب بكم ومزايا مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الثامن وما زالنا مستمرين في نقل وقاءة وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا الوهابية شوهوا المذهب الحنبلي النهاردة هنوصل لتكميلة سؤال الوهابي السلفي المحتار اللي اتكلمنا عنه في تلات حلقات اللي فاتوا هنروح لكمالة سؤال الوهابي العامي السلفي ونشوف آل إيه بيقول وقرأت أيضا صفحات من دفع شبه التشبيه بأكف التنزيح وقشعر بدني من أول صفحاته فالمصدف يرمينا بأننا لا نتبع أحمد وأننا كسينا المذهب بشين قبيح حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم وبرضه هنا شوفنا أن المسلم بيقول قرأت صفحات من كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيح يعني أرى صفحات مش الكتاب كله وكتاب ده ابن الجوزي كان بيرد على بعض مشايخ المسحب الحنبلي منهم ابن حامد والقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني اتهمهم فيه بأنهم من الفرق المجسمة والمشبهة والحشوية والقرامية وأنهم خالفوا مسهب الإمام أحمد بن حنبل ونسبوا له ما لا يعتقدوا وافطروا عليه بحاجات هو ما قالهش وفسروا القرآن بأقوال باطلة وأخذوا بظاهر النصوص وخلينا نشوف الدكتور ساعد فوداء الأشعري وهو بيعلق على الكتاب ده في الفيديو اللي جاي إلى أن جاء الإمام الشهير الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي وهو حنبلي شهير وهو في الحقيقة من أعاد ترتيب وتنظيم المذهب الحنبلي فقها وعقائدا ومن حيث العقائد ومن حيثيات كثيرة جدا وهو واعظ شهير ومكانته لا تنكر قال في كتابه الشهير دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في بداية هذا الكتاب قال ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف ثلاثة أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحسي وزي ما شفنا الدكتور الأشعر سعيد فودة هو بيتكلم عن كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه إن الإمام الجوزي أعاد ترتيب وتنظيم المذهب الحنبلي فقها وعقيدة وإنه كتب كتابه الشهير دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لأنه رأى إن ابن حامد والقاضي ابن يعلى وابن الزاغوني كتبوا كتب شانوا بها مسهب الإمام أحمد وحملوا الصفات على المقتضى الحسي نرجع مرة تاني لكلام العامي الوحابي السلفي ونقارد أهم أجزاء في كلامه مع اللي شفناه في الفيديو اللي فات الوحابي السلفي العامي بيقول وقرأت أيضا صفحات من دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه وقش عر بدني من أول صفحاته فالمصنف يرمينا بإننا لا نتبع أحمد وإننا كسينا المذهب بشين قبيح حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم وده فعلا اللي قاله ابن الجوزي إن اللي ألفه كتب الحنابلة اللي هم أصل الوحابي السلفية هم أبو عبدالله ابن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني صنفوا كتبا شانوا بها المذهب ومعنى شانوا بها المذهب يعني شوهوا المذهب شوهوا مسهب الإمام أحمد زي ما نقلنا من كلام العامي الوهابي شوفوا معي الآيه وإننا كسينا المذهب بشين قبيح حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم لو ركزنا شوية في كلام العامي الوهابي هنستنتج إنه قال نقطتين النقطة الأولى إن الوهابية ولت الحنابلة ألبسوا وشوهوا أصل البذهب الحنبلي بقبيح وهو برئ منهم والنقطة التانية إنهم بهذه القبيح ينتجوا بذهبا مشوها لا يقوم إلا على التشسيم لدرجة إن كلمة حنبلي أو وهابي سلفي لا تعني إلا مجسم والنقطتين دي اتكلم عنهم شيخ الأصهر زي ما نقلنا لحضراتكم في حلقات قبل كده ونشوف تعليق شيخ الأصهر على كلام العامي الوهابي إن الوهابية شوهوا المذهب الحنبلي وأخرجوا للعالم مذهبا لا يقوم إلا على التشسيم نشوف مع بعض كانوا يسمونهم غلات الحنابلة وده ليها تاريخ يعني فيه جماعة من غلات الحنابلة من منزهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا ولكن تمسحوا بمذهب السلف وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدون ونبهون إلى أن لا تصدقوا هؤلاء لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد الحنبل وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقولها واصلا فيهم وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغيروا ماء البحر وزي ما شفت حضراتكم شيخ الأصهر وهو بيقول أن فيه جماعة من غلات الحنابلة اندسوا داخل مسهب الإمام أحمد وتمسحوا به وقاموا بالتنجيس المسهب الحنبلي وأن فيه علاماء من الحنابلة كتبوا مؤلفات وشيخ الأصهر بيقصد أن ابن جوزي وكتابه دفع شبه التشبيه بقى كف التنزيه اللي تكلم عنه قبل كده العمي الوهابي وأن علاماء الحنابلة دول كتبوا علشان يرشدونا وينبهونا أننا لا نصدق غلات الحنابلة الوهابية السلفية لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأن غلات الحنابلة الوهابية السلفية نجيسوا هذا المسهب اللي هو مسهب الإمام أحمد بن حنبل وطبعا كلمة نجيسوا معناها أنهم نجيسوا المسهب الحنبلي بالتجسيم اللي هو في الحقيقة كفر وشرك وهنشوف شيخ الأسهر وبيشرح الكلام ده أكتر في الفيديو اللي جاي نشأت بعد ذلك بمية وخمسين سنة بعد وفاة الإمام أحمد تقريبا ضائفة اسمهم الحنابلة المجسمين أنا جاي بأسماءه هنا يعني مدرسة جديدة كان روادها أوراءت منهم اسمه ابن حامد شيخ الحنابلة في بغداد ابن حامد الوراق ده متوفى أربعمية وثلاثة يعني شوفوا الإمام أحمد ماتين وواحد واربعين متوفى ده متوفى أربعمية وثلاثة بعد ومية وستين سنة بعدين تلميذ ابن حامد الوراق اللي هو ده أبو يعلى الفراء شيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب يقول أن طايفة المجسمة دول ظهروا بعد مية وخمسين سنة من وفاة الإمام أحمد وأنها كانت مدرسة جديدة وكان روتها ابن حامد الوراق شيخ الحنابلة في بغداد وبعده تلميذ وأبو يعلى الفراء ونواصل كلاب شيخ الأسهر هيقول لنا إيه عن تعليم المدرسة دي ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي معناش أنا أكسرت فيه لا 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 معفضل لكن لا بد الناس تعرف هذا هؤلاء حنابلة اسما فقط ولكنهم ليسوا على صحيح مذهب الإمام ابن حامد لا لا هم دول بقى اللي قالوا أني فعلا ربنا لهئين وربنا ينزل وربنا يضحك هؤلاء الذين أو قد المشكلة هؤلاء ولذلك أنا سميتهم الحنابلة أو هما بيسمى مش أنا سميتهم العلماء الحنابلة المجسمة يعني اللي هما جسموا الله سبحانه وتعالى ووضعوا له أجسام ووضعوا لصفات وبعد ذلك هؤلاء التلاتة دول عشاني روجوا أفكارهم المجسمة ثالثهم بعد أبو يعلى اللي هو ابن الزاغوني ابن الزاغوني ثم المدرسة استمرت أسندت ما تقوله من أفكار مجسمة إلى الإمام أحمد بن حامد والإمام أحمد بن حامد بريء منهم جاء الإمام ابن تيمي رحمه الله أحيى كلام هؤلاء الثلاثة المجسمة وأيضا روجه على أساس أنه ينتمي إلى الإمام بن حامد وزي ما شفت حضراتكم إن شيخ الأصهر بيقول إن فيه طيفة اسمها الحنابلة المجسمين ودول اللي قالوا إن ربنا ليه إيد وربنا بينزل وربنا بيضحك وإن تسمية المجسمة ده مش اختراع شيخ الأصهر دول هما اللي جسموا الله ووضعوا ليه جسم ودول ابن حامد الوراق وأبو يعلى الفراء وابن الزاغوني نسبوا أفكار المجسمة إلى الإمام أحمد بن حامد يعني كتبوا على الإمام أحمد بن حامد وجاء ابن تيمية وأحيى كلام الثلاثة دولة ونشروا على أساس إنه مذهب السلف والسلف بريقون من هذا المذهب المجسم عشان كده ابن الجوزي ألف كتاب دفع شبع التشبيه بأقف التنزيح ليؤكد براءة المذهب السلفي وأئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حامد من الحنابلة المجسمين اللي شانوا مذهب السلف بعقدتهم المجسمة ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة إن الوهاب السلفي أرى من صفحات كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بأقف التنزيح وإنه تصدم وإخشعر بدنه لأن الكتاب وصف فيه الحنابلة الوهابية إنهم مجسمين حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم وإنهم شانوا المذهب فعرضنا لحضراتكم إن الكتاب ده كتبوا ابن الجوزي علشان يرد بيه على ابن حامد والقادي أبي يعلى وابن الزاغوني ووصفهم في إنهم مجسمة وتابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل سؤال العامي الوهابي السلفي المحتار وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمنى أقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا